السلام عليكم عودة إلى التطبيقات المتميزة والمجانية والتي لا تحتاج إلى روت في هذه الحرقة إن شاء الله أقدم لكم تطبيق أقل ما يقال عنه أنه مذهل ويجعل هاتفك أكثر تميزا من باقي العالم إذن دعونا نتعرف على هذا التطبيق المتميز مرحبا بك مجددا إذن كل ما يحتاج إليه هو تحميل تطبيق Start تطبيق مجاني ومتواجد على المتجر وتجد رابطه أسفل الفيديو كالعادة مباشرة بعد ذلك نضغط على OK هنا يوضح لنا كيفية استخدام تطبيق نضغط على Skip Skip مباشرة يفتح معنا التطبيق على هذا الشكل كما تشاهد معي عندما يكون هاتفك منطفئا وتقوم بتشغيله فبدل شاشة القفل الاعتيادية التي تظهر لك سوف تظهر لك هذه الشاشة المتميزة لاحظ معي الخصائص المذهلة التي توفرها لك عندنا هذا القفل هنا عندما نسحب نجد عندنا مجموعة من الخيارات كما تشاهد معي إذا كنت تريد فتح القفل مباشرة والدخول إلى هاتفك فقد تسحب جهة القفل على هذا الشكل يتم الدخول إلى هاتفك أيضا من الميزة الرائعة جدا هو أنه يسمح لك باستخدام تطبيقاتك المفضلة مباشرة من شاشة القفل كل ما عليك فعله هو الضغط على هذه الايقونة والسحب إلى النجمة هنا كما تشاهد معي يعطيك التطبيقات المفضلة لديك في جهازك مثلا تطبيق يوتيوب كما تشاهد معي مباشرة وهكذا تفتح تطبيق يوتيوب وأي تطبيق تريده من تطبيقاتك المفضلة مباشرة من شاشة القفل وهذه ميزة رائعة جدا في هذا التطبيق وبطبيعة الحال يمكنك تخصيص التطبيقات التي تريد مثلا هنا فقط تضغط على ايقونة بلاس هنا وتختار أي تطبيق كما تشاهد معي من التطبيقات المثبتة على متجارك أي تطبيق مفضل وتريد أن تفتحه بسرعة مثلا اختار تطبيق موقع مشروع كما تشاهد معي تمت إضافته مباشرة الآن إذا ضغطنا مجددا هنا كما تشاهد معي صار عندي أيضا تطبيق موقع مشروع متواجد عندي يمكنني أن أفتحه مباشرة ويأخذني إلى موقع مشروع كما تشاهد معي إذن هذه واحدة من الميزات الرائعة جدا في هذا التطبيق المتميز أيضا الأشياء المفيدة جدا هو أنه يسمح لك بالتوجه إلى تطبيقات محاذثة مباشرة كما تشاهد معي مثل الإيميل والجيميل أو تطبيق الدردشة الخاص بجوجل تكتب رسالة مثلا مباشرة من هنا كما تشاهد معي يأخذك إلى تطبيق الرسائل يمكنك أيضا أن تذهب إلى جهة الاتصال أو إجراء اتصال سريع كما تشاهد معي مباشرة باختيار أيقونة الهاتف وتدخل الرقم الذي تريد الاتصال به عندك أيضا اللوغ عندك الفايفريتس وأيضا عندك الكونتاكت يمكنك أن تختار أي رقم تريده أيضا من شاشة القفل مباشرة كما تشاهد معي عندنا أيضا هنا يسمح لك بفتح مثلا تطبيق الكاميرا أو الذهاب إلى الجالري كما تشاهد معي أو حتى الفيديو مباشرة كل ذلك من خلال شاشة القفل كما تشاهد معي وفتح الآن الكاميرا إذن هذه واحدة من الميزات الرائعة جدا عندنا أيضا أيقونة خاصة بالبحث كما تشاهد معي هنا في الأسفل يمكنكم خلالها أيضا أن تبحث عن تطبيقات والكونتاكتس أو جهة الاتصال وغيرها من المزايا التي توفضها لك أيضا من الميزات الرائعة جدا هو أنه يوفر لنا قائمة جانبية هنا كما تشاهد معي مثلا بالسحب هنا تجد عندك الإعدادات مثل إعدادات الواي فاي أو الوي في عندنا إعدادات الصوت السيلفي البلوتوث حتى الفلاش يمكنك تشغيله كما تشاهد معي مباشرة الفلاش الآن يشتغل أيضا عندنا هنا تجد ماي تشانلز هنا يبقيك على الطلاع بجديد الأخبار وما إلى ذلك هذا القسم يمكننا تعديله هنا تجد مثلا تطبيق فيسبوك إن أحببت يمكنك فتحه مباشرة من خلال التطبيق أو من خلال شاشة القفل كما تشاهد معي ميزة رائعة جدا عندنا أيضا هنا يمكنك فتح مشغل الموسيقى أو مشغل الصوتيات عموما سواء قرآن أو أنشيد أو غيره ثم هنا في search يمكنك أن تبحث عن أي شيء تريده كما تشاهد أيضا مباشرة من خلال خانة البحث كما تشاهد معي مثلا أنا ذهبت إلى موقع مشروح الآن يمكنك تعديل كل هذه القوائم وإضافة قوائم جديدة فقط بالضغط على إيقونة البلاس هنا أو سحبها على هذا الشكل ثم كما تشاهد معي يمكنك أن تضيف ما تريده مثلا إذا لم تكن تريد أن يكون عندك الفيسبوك يمكنك أن تقوم بإزالته أو بتعطيله من هنا يمكنك أن تختار تعطيل مثلا التنبيهات الخاصة به أو تفعيلها يمكنك التحكم مثلا جعل الجيميل يظهر لديك أيضا يمكنك أن تقوم بتفعيل خلفيات حية live world papers أو الخلفية المتحركة يمكنك اختيار كما تشاهد معي مجموعة من الخيارات مثلا my channels هذا الخيار لا نريده يمكنك تعطيله وهكذا يمكنك أن تضيف ما تريده نضيف مثلا تطبيق تويتر إلى القائمة لاحظ معي بأن تطبيق تويتر أصبح بإمكاني الآن دخول إليه فقط بالسحب على هذا الشكل مباشرة من شاشة القفل إذن ميزات رهيبة جدا يقدم هذا التطبيق الرائع جدا أيضا في الإعدادات هنا الجميل هو أنه يمكنك أن تقوم بتحويل التطبيق إلى اللغة العربية مثلا بذهاب إلى settings أو parametra أو إعدادات ثم تختار اللغة من هنا في الإنجليش يمكنك كما تشاهد معي اختيار اللغة التي تناسبك الجميل هو أنه يدعم العربية عندنا هنا كما تشاهد معي تحول التطبيق بالكامل الآن إلى اللغة العربية كل شيء كما تشاهد معي يتحول إلى اللغة العربية وترجمة صحيحة أيضا ليس الترجمة ركيكة كما هو الحال مع مجموعة من التطبيقات أيضا التاريخ والوقت كل شيء يتحول إلى اللغة العربية يمكنك أيضا أن تختار الخلفية من هنا تغيير هذه الخلفية في حال لم تكن تناسبك عندنا هنا في الحماية يمكنك تفعيل مثلا الحماية عرض الحماية قبل القفل مثلا إن أحببت ذلك ومجموعة من الميزات الرائعة جدا التي يوفرها لك هذا التطبيق المتميز كان هذا كل شيء في هذه الحلقة أتمنى أن تكون قد استفدت منها لا تنسى الضغط على زي اللايك ومشاركة الحلقة ثم الاشتراك في القناتين الأولى والثانية لموقع مشروح حتى يصلك الجديد كما لا تنسى الانضمام إلينا على صفحتنا على الفيسبوك فيسبوك دوت كوم سلاش مشروح وعلى أمل اللقاء بك إن شاء الله في الحلقة المقبلة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة